الاسماعيلي اللعبة من حسين الشحات مع واحد لواحد ومن نادي الاقل احمد عبدالله دي بسهولة بسهولة واحد وستلاتة وتيجي بالشكل ده اتنين يعملوا كده غلط جدا في كطريق الدفاع والهدف التاني برضو نفس القصة انت شفت بس لاحظ كده كل الجزء الدفاعي مش باهر محمدي بس حتى كناحية دفاعية من اللعبة كلها تحس ان في مساحة مفيش مفيش كتال مفيش عارف طبعا خد بالك برضو وشادي ان خبرات اللعبة وسقة اللعبة برضو بعد الهدف الاول قدت سقة خلت المباراة ممكن تبقى يعني زي ما بيتقال ايه وبردو دي اثرت على النادي الاسماعيلي ان هو معشم على المباراة من البداية وهتكلم في نقطة اهم ان مباراة الاهلي والاسماعيلي او اهلي والزمالك البداية هي اللي بتخلي الفريق هو اللي بيقدر ان هو يمسك الماتش او يقدر يتماسك في الماتش ويقدر يتحكم فيه بشكل كويس عكس نادي الإسماعيل نادي الإسماعيل بقولك النهاردة نازل خسران خلا نتكلم من الإمكانيات اللعيبة اللي موجودة بالأسماء اللي موجودة ما تشيلش نادي الإسماعيل ما تشيلش نادي الإسماعيل طبيعي أن نادي الإسماعيل هيخسر هي الكرة مش عافية هي إمكانيات ممكن تقدر تتغلب بالروح ودي مش موجودة في نادي الإسماعيل مين نجم المبورة في الأهل النهاردة عجبك؟ ميكسوني وبرستاو هم الأفضل ومين عجبك في نادي الإسماعيل؟ ما فيش حد لا فتح أحد ما فيش حد أنا ما شوفتش نادي الإسماعيلي هاجم من هرده يعني تخيلت حتى بعد النادي الأهلي بعد ما قاله ديانج الترد ما فيش أي هجوم تحس إن ما فيش تجنس ما بين اللعبهم بعض اللعب حتى بعيد عن بعض النص الملعب بعيد عن المهاجمين المدافعين بعيد عن نص الملعب استحالة نادي الإسماعيلي يظهر بشكل كويس دي نقم احترامي دي شغل مدرب وشغل إمكانات لعيبة برضه بس في نفس الوضع نادي الإسماعيلي مقدرش يتعايش مع المباراة ما كانش فيه تركيز من اللعب واللعيبة اللي نزلت ما احترامي لها قليلة جدا على نادي الإسماعيلي هاروح بص يا إبراهيم أقول لك الحاجة يعني وإنت بتتكلم كده حسيت اللي إنت جاي لي إحساس إنت نفسك تدرب والله بص أولا أنا يعني الحمد لله الحمد لله كل حاجة لها الوقت بتاعها وبتمنى أن رباني يوفاني أنا بسعى وتواخد الشهادات كلها أنا لعب دولي يعني اللعب دولي فبالنسبة لي الإيه والبي والحاجات دي بالنسبة لي خلاص يعني زبر ما فيهش مشكلة بالنسبة لي لأنا اللعب دولي لعب منتخب مصر وحصلت على بطولات ولاعب أردو أهلي والزمالك واحترفت برة فالموضوع مش مشكلة في كده ما جالكش عروض تدريب ما بص مش هتيجي لإن هما مسيطرين على الجزء التدريبي خلينا نتكلم بس عشان الموضوع هما وكلان اللعبين مسيطرين على الجزء التدريبي هتلاقي أنا معرفهمش والله أنا معرفش مين اللي متواجد لإن فيه أسماء جديدة جداً ظهرت أنا معرفهش هم اللي كنت بتتنقل الزي من نادي لا بص خلينا نتكلم من فيه أسماء كتيرة كانت متواجدة ومشت دلوقتي بعد طبعا في الألفية اللي هو في آخر عشر سنين الموضوع اختلف تماماً بقى فيه أسماء خد بالك فيه كمان أسماء وكلاء اسمهم ما بيظهرش دحية والله ما بيبانش إن هو وكيل وإنت عارف الموضوع ده ناسو دي هو الموضوع مش كده خالص بس هو للأسف إن فيه سيطرة على المدربين وهتلاقي حتى المدرب خلاص هو عارف إن خص إنها ده هيروح بكرة تاني يوم يدرب عشان كده ما فيش تجديد ما فيش تجديدش المدربين عايزة لعبك لعبة جديدة في قط اللبس لاي بتاع في قط اللبس إحنا عاديل معلنا خبرات كبيرة جداً وحشوفك أنت خبرة في الموضوع ده ولا لا هدعبك لعب التوقعات هبتدي معاك إبراهيم من الأسبوع القادم قدام أستاذ المشاهدين هنعرض على الشاشة بس خد بالك خلاني تكلم برضو في النقطة إن أنت تعذر وإنا هعذرك لإن إحنا لسه في بداية موسى بحالة اللعيبة لسه ما وصلتش للبستاء المعايد مش ده براهيم سعيد بس مع الوقت بعد ثلاث مطشات أو مطشات تقولت عندي خبرات في فرق معرفه واش ممكن في فرق انضمت لها لعيبة كويسة بس مش حالة من أقول لك إيه هندن نفسنا أول جولتين بعد الجولة التانية خلاص بقى هنا لوقت الحساب ماشي؟ نجاق ماشي يعني حمشي قرارة بص إنتا مش ديه في التصحب جيد فأنا حمشي اللي إنتا عايز وتسخين بنسخم بنسخم جولتين هنبدأ البداية النهاردة إن شاء الله في مطش بكرة إن شاء الله نهاية الدور الأول في الدوري للجولة الأولى ما بين المحلة والنادي المصري بكرة إن شاء الله كده بتختتم الجولة الأولى للدوري العام بكرة إن شاء الله خلينا هنبتدي توقعاتنا أنا وكابتن إبراهيم سعيد من الجولة التانية يلا بينا كابتن إبراهيم جولة التانية مسابقة الدوري الممتاز السبت الاتحاد السكنداري بس هيبقى مقادش قوي جداً بس يعني على الأداء اللي أنا شفته النادي الاتحاد في المبرارة الأخيرة دي دي سموحها والروح اللي كانت موجودة اللي إني دي ديتهم ثقة أتوقع إن الاتحاد السكنداري هو اللي يكسب ممكن واحد سفر بس وأنا الاتحاد طيب مش هابوس هقول لك وانا بيتها مش هتبقى أقول حاجة طيب أنا زعد جش بقى خلاص طيب أنا هبتدي بقى يعني خلي عندك زو بقى الهوى بقى يا إبراهيم مالك في إنت بتديتسي قول لي بتدي طيب خلاص المبرارات التانية المقالون العرب ببيترو سبورت آخ يا إبراهيم هقول تعادل ماشي أنا على المستوى إمبي اللي أنا اتفرجت عليها في الماتش قدام الزمالك إمبي يكسب كان حالتهم كويسة جدا وعمل ماتش كويس الحد إيبه واحد سفر الماشي الحد اكتب واحد سفر الماشي ماشي من كتبت كتبت أنا الناس بتقايد كل حد كمان فريل عمل جوه ماشي طيب سيراميكا كلوباترا والإسماعيلي استاد المقالون العرب آآ أتوقع طبعا الإسماعيلي بالأداء اللي أنا شفته النهارده وخرجوا من الهزيمة كده هتأثر بشكل كبير جدا عليهم فسيراميكا لأنه عنده الطموح وعنده آآ آآ الطموح الموسم بداية الموسم وعنده برضو لعبة كويسة فأعتقد إن السيراميكا يكسب أنا بقى عسي أنا هاروح عكسك وهقول ماشي معيلي يكسب المبارة ماشي تمام يلا نروح للبعد كده معانا مصر المقصة وجونة استادة كلال حربية مم الجونة أنت اللي تقول ولا أنا لا بقى خلاص طيب الجونة أنا بقول تعادل طيب الجونة يكسب مصر مقصة مش مش حالته طلق على الجيش وندي الزمالك طبيعة الزمالك وأنا معاك الزمالك هنروح لفاركو وبيرامدز فاركو وبيرامدز لأ بيرامدز يكسب وأنا بيرامدز يكسب تمام الأهلي والبنك الأهلي الأهلي طب وأنا الأهلي تمام تم ما تقول أنت وأنا أقول غلا المصري وسموحة أتوقع تعادل يعني سموحة برضو المباراة الأولى أعمالها مباراة كويسة جدا والمصري برضو عامل شغل كويس برضو يعني بس توقع تعادل أنا ممكن أتوقع سموحة أتوقع تعادل مش إنتا قلت تعادل الاتنين الشرقال الدخان سابقا وغزل المحلة شرقال الدخان لا غزل المحلة طب هو أنا بقول غزل المحلة همشي لك أول أسبوعين زي ما تقول نقول أنه عشان برضو الناس تسجل هو أول أسبوعين بعد كده بقى ايه ما فيهاش زور تمام تكون الفرع ده تحدي ده تحدي توقع ده ربط البداية معاك تمام هعلنها على الصبوع بس والله بس قلنا بين تاني أسبوع يعني النهار ده كده أول أسبوع بنبدأ فيه من بعد المرحلة اللي جاية تمام تمام حابب حابب تقول إيه في نهاية الحلقة النهار ده